انتر التاريخ يصل لنهائي دوري ابطال اوروبا الفين تلاتة وعشرين على حساب اسي ميلا في درب الغضب يكرر فوزه على ميلا للمباراة الثانية للمباراة الرابعة بشكل عام في المباراة الثانية في دوري الابطال انتر يفوز ذهابا اتنين سفر يفوز منذ لحظات ايابا واحد سفر ظهور مخيب للامال جدا لإيسي ميلا حتى مع عودة رفايل ليو لم يقدم ميلا اي شيء يشفع له للصعود للمباراة النهائية انتر بعد تلاتة عشر سنة يعود مرة اخرى لنهائي الابطال امالا في تكرار انجاز الفين وعشرة امالا في تكرار انجاز جوزي مورينيو وصمو الاتو وميلتو وكمبياسو وسيزر وكل الجيل العظيم للانتر ده وقتها الجيل الحالي يسعى لتكرار هذا الانجاز انتر كان وصل للنهائي ست مرات فاز في تلات بطولات وخسر تلات بطولات يأمل انتر طبعا في هذه المرة ان يفوز بهذه البطولة لو تروا مرتينيز النهاردة سجل هدف المباراة الوحيد في الديئة تلاتة وسبعين في المباراة كانت هادئة الى حد كبير يمكن مباراة الذهاب كانت افضل منها بنسبة كبيرة لكن المباراة النهاردة كانت عادية مين بقى اللي هيلعب انتر في النهائي هيلعب وحش أو وحش يعني ما لهاش حل تاني يأم ما يلاعب ريال مدريد يأم ما يلاعب منشستر سيتي بكرا المباراة الساعة 10 مساء مباراة العودة بعد ما انتهت مباراة سيتي وريال مباراة الذهاب واحد واحد احنا عايشين حلم الحلم ده بيحصل كل سنة حلوة كده كرة حلوة وكرة ممتعة وحكاية لطيفة وحكاية عظيمة دايما دايما انتر النهاردة مباراة محترمة مبروك لجمهير الانتر جميل الانتر في مصر وفي الشرق الاوسط وفي كل العالم طبعا الميزة اللي في رائع عظيمة جدا هي عودة القوة الايطالية قوة الفرق الايطالية في البطرات الاوروبية انتر روميلا النهاردة في نصف النهائي احدهم كان طبيعا يبقى في النهائي ووصل انتر للنهائي يوم الخميس يوفي بيلاعب اشبلية في اياب نصف نهائي الدولي الاوروبي والنحة التانية روما بيلاعب فريق بايل ليفاركوزن في اياب نفس الدور ونفس البطولة الدولي الاوروبي فكده كده 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 ايطاليا موجودة بقوة جدا في البطولات الاوروبية هذا الموسم بجانب طبعا فريق بيرونتينا اللي موجود في دول المؤتمر الاوروبي حلو وحشتنا ايطاليا بكورتها بفرقها بمنتخبها وحشتنا بتغيب ايطاليا كده ومش الطبيع انها تغيب مش الطبيع انها تغيب ونحة التانية نابولي بيفوز بالدول ايطالي في انجاز استثنائي وتاريخي وعظيم حلو الناس اللي تحب ايطاليا واللي تربط على الكرة في ايطاليا خد بالك اسلحنا الجيل اللي طلع لقى الدولي الايطالي هو اقوى دوري في العالم الجيل اللي طلع لقى اسيميلا في نستا ومالديني وفي رويكوستا وفي انزاجي وفي تشفتشينكو هو ده اللي طلع ولقى في اليوفي موجود اسماء عظيمة جدا زي كاميرونيزي مش عابل كونيس ده اول اسم اللي جيه هو اللي جيه في دماغي وشاف تريزي جيه وشاف ديفيز وشاف اسماء كبيرة جدا هو اللي شاف في الانتر طبعا وليوفي طبعا دلبييرو طبعا وشاف في الانتر سامويل اتوستانجوفيتش وسيزر واسماء عظيمة كبيرة تاريخية وما تردز طبعا واسماء عبقرية يعني في كل احوال اهلا وسهلا بالدولي الاطالي اهلا وسهلا بالكرة الايطالية في منافسات اوروبية قوية جدا هذا ما حدث اليوم في هذه المواجهة بين انتر وميلا مباراة الاياب في نصف نهاء دوري الابطال يصعد انتر بعد ان قرر فوزه على ميلا 1-0 بعد مباراة الزهاب اللي انتهت 2-0